معلومة خاصة قد تحصنا عليها هنا قبل قليل في برنامج رأس السطر على قناة التغيير الفضائية بأن بداية الأسبوع القادم ستكون هناك قمة عربية مهمة للغاية في المملكة العربية السعودية التي تبحث طبعا عن تحقيق نتيجة عن قرار مهم لاستقرار المنطقة فالسعودية بعقلها النير وبحكمتها في المنطقة تريد استقرارا تريد هدوءا تريد علاقات أفضل لأن هناك نظرة مهمة مستقبلية بالنسبة للسعودية وولية العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يريد أن يكون الشرق الأوسط شرق أوسط مزدهر شرق أوسط مثل أوروبا بل حتى أفضل من أوروبا وهو أعلن عن هذا الأمر سابقا وبالتالي الكل يترقب الدورة السعودية المملكة العربية السعودية لديها مكانة كبيرة في قلب الأمة العربية بشكل عام ومن الممكن أن نتوقع شيئا لأن السعودية علاقات مهمة لديها وربط مهم للدول العربية وبالتالي يجب علينا أن نترقب ما الذي سينتج من هذه القمة التي قد نرى أيضا دولا مهمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة فيها ننتظر ونرى بكل تأكيد